نعم الحكومة العراقية اليوم ومجلس النواب العراقي ومختلف السلطات والمؤسسات المعنية هي ملزمة باحترام جميع المبادئ والقواعد المؤشرة في اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتحالف بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية يعني اليوم حكومة السيد السوداني كما سابقاتها تؤيد وتؤكد على أهمية وجود القوات الأمريكية في العراق وقوات التحالف الدولي لننسى هناك فرنسا هناك ألمانيا هناك بريطانيا هناك حلف شمال الأطلسي بمختلف القوات نعم هو يقدم المشهورة اليوم القوات العراقية قوات ذات جاهزية عالية لكن هذه القوات الأمريكية كما أشار السيد وزير الدفاع الأمريكي هي موجودة لتعزيز القدرات الدفاعية لتعزيز الحرب على الإرهاب في العراق وأيضا لننسى عندما نتحدث أو تتحدث أمريكا عن الحرب على الإرهاب داعش هو ليس نعم بالعراق لكنه في نفس الوقت في سوريا وفي نفس الوقت في مواجهة لمختلف التنظيمات ذات الطبيعة المسلحة التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية الرهابية مثل الحرس الدوري الإيراني أو من يتبع للحرس الثوري الإيراني في سوريا أو في العراق بالتالي اليوم الحكومة العراقية ملتزمة التزام أخلاقي وأدبي وسياسي بالالتزام بجميع التعهدات والمبادئ والفقرات الموجودة في اتفاقية الإطار للتحالف الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية يعني هذه مسألة غير قابلة للنقاش وفي الأساس أقر مجلس النواب العراقي بعد توقيع السيد المالك رئيس الوزراء في حين على هذه الاتفاقية في 2008 أقر الاتفاقية بكل تفاصيلها والاتفاقية نافذة بالكامل ومن يتحدث عن القرار الذي صدر عن مجلس النواب هو قرار أولاً وليس قانون وبالتالي هذا القرار يخص الفئات التي اعتمدتها في مجلس النواب ولا يكون ملزماً للحكومة العراقية على الأطلاق لأنه لم يأخذ شكل قانون لأن كل أحزاب السنة لم توقع ولم تتفق على هذا القرار والأحزاب الكردية كذلك وحتى بعض الأحزاب الشيعية عدا بعض الأحزاب ولهذا السبب نتحدث عن قرار إذن الحكومة العراقية اليوم ملزمة ملزمة أيضاً بشراكة مع أمريكا ملزمة بشراكة مع فرنسا بشراكة مع حلف شمال الأطلسي هناك أيضاً اتفاقيات ملزمة بشراكة مع إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية أيضاً ملزمة بالشراكة اليوم التي تأسست على أساس العلاقات العراقية العربية العربية خصوصاً المملكة العربية السعودية دول الخليج العربي المملكة الأردنية الهاشمية مصير والزيارات القام بها سيد السوداني واضحة تلمعالم في مجال الشراكات الاقتصادية والأمنية الحرب على الإرهاب الاجتماعية التقافية التكنولوجية التجارة إلى خيره إذن هي مصالح متبادلة لهذا السبب أنا أعتقد أن القادم من الأيام أكيد سيحمل عناصر كثيرة لتغيير علاقات القوة الأسكرية اليوم الموجودة هي مختلة وعلاقات القوة السياسية وعلاقات القوة الأمنية والاجتماعية لا بد من التغيير في المنطقة اليوم نعيش فوضة أستاذ أحمد هذا الوضع اليوم في سوريا فوضة فوضة عسكرية انعدام الأمن عدم الاستقرار روسيا موجودة تركيا موجودة أمريكا موجودة الإرهاب الداعشي موجود الحرس الثوري الإيراني موجود القوات السورية موجودة يعني لا يوجد في الأساس مركز لصنع القرار وقيادة العمليات الأمنية الأسكري على الأطلاق نشوف كل منطقة من يسيطر عليها من قوات مسلحة سواء كانت ميليشياوية أو نظامية أو غيرها هو اللي قرر إذن نحن هنا ما بفوضة في العراق عشنا وتقريبا ما زلنا أيضا نعيش حالة من الفوضة شوفوا ديالة شوفوا ديالة حولوها إلى كانتونات للطوائف للأطراف السياسية اللي تمتلك ميليشيات ميليشيات كل طرف سياسي كل طرف طائفي عندها ميليشيات وكتائب مسلحة نعم ومزوي كانتونات يتحكم بها بالمناطق وبالقرى وبالمدن وبالأرياف وغيرها ونتحارف فيما بيننا متى نشائد ما تتصادم المصالح وينذبح الناس خلي ينذبح الناس هذي كارثة هذي كارثة هذي مو دولة